السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد مازلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع مباحث الإيمان بالقضاء والقدر والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة وأن يعصمنا فيها وإياكم من الخطأ والزلل إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه تكلمنا في المرة الفائتة عن المرتبة الثالثة وهي مرتبة المشيئة وهي أن تؤمن وتعتقد أن ما شاءه الله تبارك وتعالى كان لا محالة وأن العبد مشيئة لكنها مشيئة تابعة لمشيئة الله سبحانه جل فعلا قال رب العالمين وما تشاءون إلا أن يشاء الله سبحانه وبحمده وتكلمنا في المرة الفائتة عن الذنوب والمعاصي هل شاءها الله تبارك وتعالى في كونه قلنا شاءها الله كونا ولم يشأها أو لم يردها شرعا يعني أرادها أن تحصل في كونه لكنه لا يحبها قد يقول قائل لماذا سبحانه جل فعلا يوجد في كونه ما لا يحبه قلنا لأنه يحبه لغيره يعني لما يترتب عليه من الخير للمؤمنين والله سبحانه جل فعلا عليم حكيم هنا ننطلق إلى مسألة أخرى وهي يقول بعض الناس إذا تكلمته يا أخي أترك السجائر يا أخي قم إلى الصلاة يقول لك لما ربنا شاء لنا صلي أصلي فيقوم بالاحتجاج بالقدر على معصية الله سبحانه جل فعلا هل هذا صواب؟ الجواب لا أولا نقول قد احتج بالقدر على معصية الله تبارغ وتعالى قوم ذمهم الله في كتابه قال رب العالمين سيقول الذين أشرقوا لو شاء الله ما أشرقنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء فقال الله تبارغ وتعالى كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا انظر ماذا قال هؤلاء قالوا احنا لو شاء ربنا صلى الله عليه وسلم لا نكفرش ما قلناش كفرنا لا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء سبحانه جل فعلا سيقول الذين أشرقوا لو شاء الله ما أشرقنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء تمام؟ انظر كيف رد الله عليهم سبحانه جل فعلا سبحانه رب العظيم قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا فبين ان كلامهم هذا كذب هذا كذب وافتراء ثم بين انه خرص من تخمين هل انت عندك علم ان رى الله تبرت على شاء ذلك سبحانه جل فعلا وأحب منك سبحانه جل فعلا وردية منك ألا تصلي أو ألا تصوم أو ألا تترك هذه المعصية؟ يتبعون إلا الظن هذا اتباع للظن لا شك خرص وتخمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم إلى جانب يا أخي لو أنا أتيت إليك وقلت لك سأخذ مالك وأنصرف فإذا سألتني أقول هذا قدر الله كتبه علي سبحانه جل فعلا الله الذي شاء أن أخذ مالك هل سترضى بذلك؟ رجل أتى ليعتدي عليك بالضرب ويقول يا أخي هذا قدر الله نزل بك الله سبحانه جل فعلا هو الذي شاء ذلك فإن كنت لا ترضى أن تتعامل بهذه المعاملة لنفسك كيف ترضاها لربك؟ كيف ترضاها لربك؟ سبحانه جل فعلا إلى جانب الله تبارك وتعالى نعلم علم اليقين أنه سيحاسب ورتب العقابة سبحانه جل فعلا على كل من عصاه إن كنت تقول أن هذا الأمر بمشيئة الله سبحانه جل فعلا فكيف تضرب نصة الشرع؟ يعني معنى كده أن ربنا صلى الله عليه وحاسبك وهو ظالم لك؟ وحاسبك وهو ظالم لك؟ الجواب لا الجواب لا حشاء سبحانه جل فعلا حشاء يجب علينا ولا حول ولا قوة إلا بله ألا نضرب ألا نضرب بقدر الله شرع الله سبحانه جل فعلا نعم الله شاء المعصية لكنه لا يحبها لكنه لا يحبها ولا يرضاها ولم يأمرك بها سبحانه جل فعلا وسيحاسبك عليها سبحانه وبحمده ثم تعالى إلى هذا الرجل الذي قلت له تعالى إلى الصلاة فقال لو شاء الله سأصلي من قال لك أن الله سبحانه جل فعلا لم يشأ أن لا تصلي أو شاء أن لا تصلي من قال ذلك؟ هل اتطلعت على اللوحة لنحفوظ؟ هل أطلعك الله تبارك وتعالى على مشيئته؟ أنت في قرارة نفسك تعلم أنك عندك حرية واختيار في دخول المسجد وحرية في اختيار إلى عدم دخول المسجد تعلم ذلك لكن الله تبارك وتعالى يوفق من يشاء ويخذل من يشاء هذه الحكمة لحكمة لذلك هيئ قلبك لأن تكون محلا لهدايته سبحانه جل فعلا وهذه سنتكلم عنها إن شاء الله تبارك وتعالى في نهاية البحث إن قدر الله لنا ذلك بفضله ومنه سبحانه جل فعلا هذه مسألة قد يقول قائل لكن احنا وجدنا من الأنبياء من احتج بالقدر على المعاصل نقول أين هذا؟ نقول في احتجاج آدم وموسى عليهم السلام فقد قابل سيدنا موسى عليه السلام أباه آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم من تسليم فقال أنت آدم أنت أبو البشر خيبتنا وأخرجتنا ونفسك من الجنة فقال فقال له آدم عليه السلام أنت موسى الذي خطى لك الله التوراة بيده واصطفاك برسلاته وكلامه قال أتلومني على شيء قد كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات الأرض بخمسين ألف سنة قال النبي عليه الصلاة والسلام فحج آدم موسى يعني الذي فاز في هذه المناظرة هو آدم عليه السلام كيف ذلك؟ احتج بالقدر بكتابة الله تبارك وتعالى أنه سيأكل من الشجرة على موسى على ما أصابه فكان الفوز والنصر له وقالوا إذن احتج آدم عليه السلام بالقدر على المعاصي قلنا أستغفر الله ونستغفر الله أن نظن بآدم عليه السلام ذلك نستغفر الله من ذلك سبحانه رب العظيم بل نستغفر الله تبارك وتعالى أن نظن بموسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم أن يعير آدم بمعصية عليه السلام أتظن أن موسى عليه السلام كلم سيدنا آدم عليه السلام على المعصية لا كلمه على المصيبة كلمه على المصاب تظن أن سيدنا موسى عليه السلام يعير نبيا من أنبياء الله أو يعير أحدا بمعصية وقد تاب منها هذا محال هذا محال لا يظن ذلك بسيدنا موسى عليه السلام سبحانه رب العظيم ولو فعل ذلك أيقره الله ويقره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا محال فكلام سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم لم يكن بحال من الأحوال على المعصية بل كان على المصاب المصاب الجلل الذي حدث ألا وهو الخروج من الجنة تخيل احنا كنا الآن عاديم في الجنة سبحانه رب العظيم لما وجد سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وتم تسليم ما لقاه من فرعون ودعوة إلى الله بل وما لقاه من بني إسرائيل من عناء وكبد وتعب وشقاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العليل العظيم تخيل حاله لو كان في هذه الجنة ولم يخرج أبونا آدم من الجنة سنكون في الجنة نعيم ليس بعد نعيم سبحانه رب العظيم فلما تخيل حاله لما نظر إلى حاله وتخيل كيف كان سيكون حاله لو كانوا في الجنة ولم يخرج أبوهم آدم منها ولا حول ولا قوة إلا بالله العليل العظيم أصابته صدمة أصابته صدمة في الجنة لا تعب لا شقاء لا عناء سبحانه رب العظيم فتكلم عن هذا المصاب الجلل الذي ألم بالبشرية كلها ولا حول ولا قوة إلا بالله العليل العظيم فبين له أبونا آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم من تسليم أنه أمر مكتوب يعني الخروج من الجنة قال الله تبارغ وتعالى وإذ قلنا للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة فآدم ما خلق للجنة آدم خلقه الله تبارغ وتعالى للأرض لكنه لما أدخله الجنة هيأ الأسباب وقدر الأسباب سبحانه وجل فعلا لينزل إلى الأرض فبين له آدم عليه السلام أن ما فعلته ما كنت أظن أنه سيجعلني أخرج من الجنة لكن الخروج من الجنة أمر كان مقدر بل ما خلقني الله إلا لذلك فاحتج بالقدر على هذا المصاب فكانت الحج معه لماذا الحج معه؟ لأن أهل السنة والجماعة يجوز لهم أن يحتجوا بالقدر على المصايب دون المعايب قال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير احرص على ما ينفعك واستعم بالله ولا تعجز فإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل وفي رواية قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح وعمل الشيطان هنا لما استعان الإنسان بربه سبحانه جل فعله أخذ بالأسباب لكنه لم يترتب عليه النتائج أو عطلت أو أيا كانت النتيجة لم يرد الله تباره تعالى أن تحصل النتيجة هنا له أن يقول قدر الله وما شاء فعله سبحانه جل فعله يحتج بالقدر على المصائب لكن لا صح له يحتج بالقدر على المعايب يعني لم تأخذ بالأسباب إنسان ما سندخل الامتحانات دون أن يذاكر ومكث طوال عام يلعب إلى غير ذلك فسأله أبوه ماذا فعلت في الامتحان قال رسبت قدر الله وما شاء فعله هل يقبل أبوه منه ذلك؟ الجواب لا لا يقبل منه ذلك لأنه لم يأخذ بالأسباب لم يفعل الذي عليه لم يحرص على ما ينفعه لكن آخر اجتهد واستعانى بربه سبحانه جل فعلا لكنه في الاختبار أصيب بالنسيان اضطرب فأتى الاختبار مثلا على غير ما يريد إلى غير ذلك فهذا خرج من الامتحمسا بنتيجة أو بدرجة قليلة هذا عليك أن يرضى بقدر الله قدر الله وما شاء فعل قدر الله وما شاء فعل المسألة انتهد أنت أردت أمرا والله أراد أمرا اعلم يقين الذي أراده سبحانه جل فعلا هو القير وانتهت المسألة سبحانه ربي العظيم الأب يتكلم عن أموال أنفقها وأشياء أعطاها يا أخي أمر انتهى قدر الله وما شاء فعل طالما فعلتم ما عليكم قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان وباب الشيطان هو التحسر ولربما يكون التأسف بل والتسخط على قدر الله سبحانه جل فعلا إذن في أهل السنة والجماعة يحتجون بالقدر على المصائب وهنا احتج آدم عليه السلام بالقدر على المصائب ولو تنزلنا وقلنا لا احتج بالقدر على المعصية نقول احتج بالقدر على المعصية بعد التوبة منها وهذا يصح عندنا لأن المعصية بعد التوبة منها تنزل منزلة المصاب إذ أن المحظور المحظور من اللي احتج بالقدر على المعصي منتفي بعد التوبة ما معنى ذلك الإنسان الذي يحتج بالقدر على المعصية بيحتج بالقدر على المعصية نقول له ده محظور ليه لأنه يضرب القدر يضرب الشرع بالقدر فيسقط الشرع يقول لك يا عمنا لو ربنا أراد لنا صليك ومصليت لو ربنا شاء لنا كنت أبر والدايا كنت بريت فيسقط الشرع لكن واحد عمل معصية عمل معصية وتاب منها هل أسقط الشرع؟ تاب منها وقال لك ربنا هو الذي قدر عليها ذي المعصية فلا ترومني فقد طفت منها إلى الله سبحانه وجلросاله هنا الله قدر ذلك نعم الله قدر عليه هذه المعصية حقا هل درب الشرع هل أسقط الشرع لا لم يسقط الشرع إذن فيجوز له في مثل هذه الحالة أن اسمع أن يحتج بالقدر على المعصية أن يحتج بالقدر على المعصية والله تبرط على أعلى وأعلى إذا انفعت قد أهل السنة والجماعة أنهم يحتجون بالقدر على المصائب ولا يحتجون بالقدر على المعايب يحتجون بالقدر على المصائب ولا يحتجون بالقدر على المعايب فمعصية الله سبحانه جل وعلا لا يحتج بالقدر عليها إلا بعد التوبت منها فالله تبرط على سبحانه وبحمده والذي شاء ذلك حقا وصدقا سبحانه وبحمده ولكن طبت منها إلى الله سبحانه جل وعلا فلم أضرب شرعا بقدر وكنت على وفق مراد الشرع بحمد الله تبارغ وتعالى وبتوفيقي نكتفي بهذا القدر هذا ورد العلم عليه أسلام فالله أعلم وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير الجزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته